اهلا بكم مجددا في محورنا الاخير سنقف معكم عند حرب المسيرات في اوكرانيا اعلنت شركة بيكار التركية المصنعة للطائرات المسيرة انها تعمل على تطوير مسيراتها بهدف التصدي للمسيرات الانتحارية في اوكرانيا رئيس التنفيذي للشركة خلوق بيرغدار قال ان شركته تأمل ان تتمكن قريبا من التصدي للطائرات المسيرة الانتحارية في اوكرانيا مثل الطائرات المسيرة الايرانية التي تشغلها روسيا والتي باتت تهدد مؤخرا البنية التحتية الحيوية في اوكرانيا وفق تعبيره واضاف بيرغدار لوكالة الانباء الالمانية انه سيتم تزويد طائرات بيرغدار واقنجي قريبا بصواريخ جوجو ليس فقط للاجتباك مع طائرات مسيرة ولكن مع الطائرات المعادية الاخرى وقال بيرغدار نحن ندعم اوكرانيا بشكل كاملا للدفاع عن سيادتها مضيفا ان الطائرات الانتحارية بطيئة وصاخبة وتنتشر على ارتفاعات منخفضة مما يجعلها اهدافا سهلا ليه التعليق على الموضوع معنا الخبير الامني والاستراتيجي العميد ناجي ملعب من بيروت عميد ناجي مساء الخير هل نحن اما جولة جديدة من حرب المسيرات ولكن هذه المرة ستكون تركيا ايرانية بعدما اعلن صاحب شركة بيكار التركية المصنعة للطائرات المسيرة عرضه التحسينات لطائراته لمواجهة الطائرات الايرانية في اوكرانيا مساء الخير لك والأسادة المشاهدين مبدئيا الطائرة الايرانية حديثة في المنظومة الروسية وقد تكون استخدمت في اوكرانيا في ساحة الصراع ولكن اذا ما تحدثنا عن بيرقدار نعم بيرقدار هي جزء من الدفاع الاوكراني ولا ننسى ان هذه الطائرة محرك هذه الطائرة يصنع في اوكرانيا بتفاهم مع القيادة التركية وكذلك فان هذه الطائرة هي التي كانت لها الافر الكبير في وقف الارتال الكبيرة الطويلة من الدبابات والاليات الروسية اثناء دخولها في شباط المنصرم وكانت من اهم كانت نجمة الدفاع ضد القوافل وضد المدفعية وضد الاماكن الروسية التي دخلت الى اوكرانيا في عمليتها ولكن اليوم الروس لديهم عقود مع ايران لكثير من الحاجيات من بعد ما فرد عليهم عقوبات كبيرة احدت من انتاجهم للأسلحة والصواريخ لذلك كانوا بحاجة الى تقنيات ايرانية وطائرة من دون طيار طائرة من دون طيار ايرانية لدينا نوعين من الطائرات اعتقد ان روسيا استحضرت منهم كميات كبيرة لا اقل من الف طائرة من نوع طائرة شاهد 136 وكذلك من نوع مهاجر 6 هذه الطائرات يقول الايرانيون اننا نحقق اذا ما كانت تستخدم في اوكرانيا بينما الاوكران يؤكدون انها اسقطت احداها في منطقة اعتقد بخار كيف اول طائرة عرضت امام الاتحاد الاوروبي جانح لطائرة شبيه لطائرة 136 نعم امام تطوير طائرة البيرقدار لان تتعامل مع الطائرة الايرانية يجب ان نعرف ما هي ميزات الطائرة الايرانية طيب هنا دعنا نضعهم في ميزان القوة طائرة بيرقدار وطائرة شاهد او الطائرة التركية او الطائرة الايرانية لمن سترجح الكفة فيما لو وضعناها في ميزان القوة نعم عمليا الطائرة الايرانية الشاهد هي طائرة تطق من على خطوط التماس لا مبرر لا لزوم لان يكون لديها منصة اطلاق وتطلق من خطوط التماس من اي مكان لذلك مجهولة مكان الاطلاق اثنين تطلق على مسافات قريبة ومسافات طويلة المدى ولكن الاهم انها مسيرة بنظام الجلونس الروسي الشبيه بنظام الجي بي اس وممكن لمشغلها ان يتلافى ويحركها بعيدا عن استحكمات الرادار وهي ليست لديها مستشعرات كثيرة من الحديد او من المعادن ممكن ان يدل على حركتها لذلك هي خفية وتستطيع الوصول الى الهدف وصولها الى الهدف كذلك ليس فيها منصة اطلاق للذخيرة المتفجرة الموجودة في رأسها لانها تعمل على طريقة الارتطام عندما ترتطم بالهدف تنفجر وعندما تنفجر لا تترك بقايا واثر يدل عليها وهي لديها ضعف في ناحية واحدة انها تنفجر بالاهداف الثابتة ولا يمكن التحكم بها لان تكون مثلا ان تصطاد قافلة من الاليات او من الرتل كما تستطيع البيرقدار البيرقدار ممكن تحريكها والتحكم بها فوق القافلة واستياد اي الية ممكن ان تصطادها يعني البيرقدار من هذه الناحية اقوى ولكن هي عرضة لاكتشافها من الرادار اكتر من الطائرة الايرانية هذا على مستوى التقني كيف سيؤثر ذلك باعتقادك على العلاقات التركية مع كلهم من روسيا او ايران يعني لا نسى ان تركيا هي جزء من دول الناتو واحد اثنين الناتو لديه خطة اعلنها خطته استراتيجية في دعم اوكرانيا بالدعم الدفاعي يعني نحن كل اسلحة دفاعية ستزود بها اوكرانيا لانها تتعرض لهجوم لذلك تزويد اوكرانيا بطائرة البيرقدار طالما ان هذه الطائرة لن تتجاوز الحدود الاوكرانية وتدافع عن اوكرانيا لا مشكلة لدى الاتراك في تزويد اوكرانيا بهذه الطائرة وكذلك هذا الموضوع حتى قبل دخول الروسي وقبل 2014 هناك تعاون في انتاج مشترك لهذه الطائرة اليوم لا تستطيع روسيا ان تلوم تركيا بانها زودت اوكرانيا بهذه الطائرة لان مهماتها هي مهمات دفاعية وهي لا تقاتل على اراضي روسية بل تدعم اوكرانيا ضد هجوم تتعرض له شكرا لك الخبير والامني والاستراتيجي الناجي ملاعب كنت معنا من بيروت